هلا حبادي بيتمنى لكم بخير اليوم حمام التوقعات برش الثلو كيفكم حبادي برش الثلو بيتمنى تكونوا بخير اه وحامل توقعات برش الثلوني الشهر سبعة اذا كنتوا جداد في القناة تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الجرس ليس لكم كل جديد اكتبوني في القومنت اذا قرأت مشت معاكم اولا اي توقعات بدكم مع ميلا اول شي بحس بطاقتكم انكم اوكي اول شي بحس بطاقتكم يعني بشوفكم انكم انتم متربطين اول شي بحس بانكم متربطين مون ععفين شو شو يعني رح تبتلوا وشو رح تقلبوا وشو رح تعملوا مو عارفين اه بيجوكم الورد بس انتم عينكم على الماضي تاقتكم هاي بتراقبوا كمان وناس على السوشي ميليا بتراقبوا بتراقبوا انتم حالة تاقتكم بتاعت مراقبة حبيبي اه بشوفكم يعني في شهر السبعة من ناحية العاطفة بشوفكم انكم رح تلاقوا رح تلاقوا الشخص اللي الشخص اللي انتم بتلقابكم هذا كمان كارت الجوزاء ممكن يكون هو كمان هيدا الشخص من برج الجوزاء اه بشوفكم انكم بتحبوا هالشخص بتحسوا كأنه هو السعادة المكتملة بتكون يعني السعادة بتكتغل مع هالشخص ما في هالشخص ما بتكون عندكم سعادة و بتكون محزنانين بتكونوا بتحسوا كأنه كل شي بتمر لما بيكون معاكم هالشخص ممكن كمان يكون من ابراج هوايه كتير في طاقة هوايه يعني دلو ميزان جوزاء اوكي حبيب فهمتوا حالين بس كأنكم كنتوا في علاقة تولتي يعني بكل اقول لكم كل الطاقة اللي تلعت معاين يا اما انتم يا اما الشركة كانت عليكم علاقة تولتي مو كتير معاكم يعني بعض الناس و كلشي هذا اما انتوا رحتنوا و تركتوا العلاقة اما هو راح للاقة و كانت هالعلاقة سوء مروح او سوء مش شعدة كمان شوف سراحة شوف كمان بصراحة يعني حقيقة ما رحت توضح لك في الشهر سبعة يا برج قدل وحقيقة ما رحت توضح لك هذا الانسان اللي تركك او اللي تركت وحسيت انك ان جرحت انا حسك انه هو اللي جرحك وهو اللي كانت عنده العلاقة تولتي لانك انت عندك عروض بس ما بدك تشوفها حسك انك هو اللي جرحك هو اللي طعنك هذا الانسان رح يجي رح يجي رح يكون تواصل بينك وبينك رح يقول لك يقول لك كل شي ممكن اشياء واصرار ما كنت بتعرفها رح تعرفها وراح يندل لك ايدو يعني تعال نرجع تعال ننسى اللي راح وممكن تقول لك يعني اشياء حقائق ما كنت على بلك وما كنت تعرفها ممكن اناس بدخلوا بناتكم او الشغل او علاقة ولاتي شخص اخر فهمتوا عليه حبيبي جميعا حسك انه يستطيع اللي بيطلع لي ها الكافر يعني يحوز منه وكتئار بحيث كانو الشخص هو اللي جرح قلبه هو اللي كانت عنده العلاقة بحيث كأنه هو اللي كانت عنده علاقة تولتي بس هذا الانسان رح يرجع هذا الانسان يمكن تؤم الشعلة او تؤم مهوح هو كمان بحيث النطائي عن علاقتكم كيف رح اقولكم يعني علاقتكم وعلاقة قدرية الحزن وكسار قصرة قلب عندكم بس هذا الانسان رح يجي ويقدم لكم رح يجي بس هو بطيء شمال بالاستشفاء الحقيقة رح توضح لك لما يجي ويقدم لك فرصة رح يقدم لك عرض ولما يجي ويقدم لك هالعرض رح يحصل تواصل لما يتواصل رح يقول لك حقائق حقائق ما كنت بتعرفها ما كنت بتعرف على هول شي رح تعرفها حبيب رح تعرفوها الحقيقة رح هو يحكي لكم كل الشي صار ورا ظهركم اوكي رح يحكي بصراحة كتير اتهمتوا عليه حبيبي يعني هذا الانسان بصراحة شايفيتوا رح يحكي كل الشي عنده واشياء ممكن اشياء ما كنتم بتعرفوه رح تعرفوها رح تعرفوها بصراحة بطي أفضل لكم الأوراق كمان اشوف ليش ها يعني رح اخم الأوراق كمان اترك هالأوراق منشان تعرفوا الطاقة رح يقول لكم الطاقة اوكي ليش؟ شو رح يقول لكم ولا رح يسأل هالإنسان لما يجي يحكي هل هو صادق في كلامه رح يجي حبيبي بصورة عشوة رح يجي قدم لك بصراحة هسي يكون هالإنسان صريحين صراح هذا الانسان يعني بشوف انه رح يصير توزن و رح يخرج من هذا الانه بيحس مربوط وهذا الانسان يبرج التلو الشخص حبيبك او حبيبتك بيحس انه مربوط انه مربط مقدر يتحرك بس في الاخر رح يجي و رح تحس بان انتي صار و عنده كمان عروض كتير بس هو ما على باله بها العروض يشتغل على علاقتكم انتو الانين منشان ترجع ترجع احسن من الاول بصراحة و يعني القرار قرار يعني قرار رجوع رح يكون انتو رح تقوله شو هو هذا القرار شو هو يعني شو بتقرروا يعني انتو الواحدين اللي بتتحكموا بقراركم فمتو عليه حبيبتك بس هذا الانسان رح يجي برج عقرب برج جوزاء تقت نارية تقت هواية تقت نارية تقت ترابية وتقت مائية وتقت ترابية وهواية كتير طلع راح نروح نشوف المال. الحياة المالية اجزال راح تكون معاكم في شهر سبب. كيف راح تكون معاكم. مالي يعني بفرحة في الاول تشوف يعني راح اخد كمه ورفقة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في شغلكم في المال في عملكم. ممكن حدا يكون ظالمكم في الشغل. او بيقول كلام ولا ظهركم. او شي راح يوضح لك هالامر. راح تعرفوا هالشغل. راح تصير على ذلك. يمكن حدا ما بيحبك في الشغل. حدا بيحكي عليك. يعني بيحب مثلا. يعطيك. شغل ما لو شغلك. ويقول لك هاك. اشتغل. فهمتو علي بيلم عليك يعني الشغل. راح تظهر لك حقيقة ما في الشغل. ورح. راح تظهر لك حقيقة ما في الشغل. ورح تعرف هاد الوناس اللي ما هم بيحبوك عن جد يعني. بيستغل وطيبتك وهيك. كمان بشوف انك في النقطة يعني. راح تكون مستقر. راح تبص لحالك اكتر. راح تدلع حالك. راح تعمل شوبينج. او تصوق وتشري اشياء جديدة كمان. ويعني. تدلل حالك اكتر. فهمتو علي وبتهتم بحالك اكتر. هالشهر بشوف. عندك اموال. يعني لح تغسل اموال. بس خد بالك. يعني ما تبدل اموالك في شي ما له مهم. بس عندك استقرار. استقرار عندك استقرار مادي. بصراحة عندك استقرار مادي. وخد بالك من اشخاص. اقربين اقربين لك في الشغل. وفي حياتك عموما. بدل يسرقوا معلومات من عندك. فهمتو. فهمتو علي كيف خد باركم. يعني ما تبقوا تعطو اسراركم لاي حدا. اللي يجي يقول لك. احكي لي ولا شو ولا هيق. هيدا الشي خلي بينك وبين نفسك. او شخص بتوصق فيك. بس ما تحكي اي حدا تحكي. اي حدا عنك. او عن عملك. او عن مسؤوليتك. او عن مشاكلك. او عن اي شي. حاول انك تبعد عن هذا الموضوع. ما تحكي لحدا. لانه شوفك انك. لو حكيت. كل من العلم راح تعرف. الشي اللي انت حكيت عليه. او تحكي على فلان انه ما هو منيحة. او تحكي على فلان ما هي منيحة. بالاحسن اي شي. اي شي. او اي. انتقاد. يتركوا لنفسك. ما تقولوا الول حدا. ولا على اي انسان او عيني. على مشكلة بصفة عامة. اوكي حبيبي. بشوف عندكم استقرار. بس الامور ماشي. اذا عملتوا الشي اللي بقلتلكم اياه. وتاخدوا الحيطة والحادة. ما رح يصير شي سيء. ان شاء الله ما رح يصير شي سيء حبيبي. حسنا. اتمنى كلي يقول الخير. برج النزان طاقات ترابي. ام. وطاقات نايم. اوكي. هلأ رح نبوح للصحة. شو سير في الصحة شو رح يصير. اوكي. اوكي. سوف تتحقق معكم لا تخاف سوف تتحقق معكم لا تخاف سوف تتحقق 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 حسنًا 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 شعور خمر راح يبطله واللي بيسهر كتير راح يبطل يطلع السهرات كتير انه بيشوف كأنه بيتزعزع شوي استقرار مالدي يعني السهرات و الشرب فهمتوا عليه كيف ممكنكم البعض منكم شوف اذا كان عندكم بيبي صغير مريب رح ينشافه ان شاء الله و رح تسمع اخبار رح تسمع اخبار كتير حلوة شوف اذا كان عندك مشكلة في النظر يعني في عيونك او بترشعك عيونك او بتلبس يعني تعمل نظارة او هيك شوف يعني يعني عيونك رح تتحسن رح ما رح تضلك زي كان تعبتك او تعمل نظارة اهمتوا علي حبيبي كيف شوف صراحة ما في شي بيخو بس لو اذا كان عندكم طفل صغير ابنك او ولدك او اي شي يعني انتفل من العائلة او صديقك ابنه او هيك رح ينشافه و رح تسمع اخبار يعني بطير حلوة اوكي حبيبي هلأ رح انتهت قرائتنا اللي ببرج الدلو بحبكم حبيبي الجديد في القناة يضغط على زر الاعجاب واللي قادم يضغط على زر الاعجاب واللي قادم يشترك في القناة و يضغط على زر سبسكرايب احبكم حبيبي كثير بيتمنى القراءتكم تماشيت معاكم اكتبوا لي في الكومنت اذا القراءت تماشيت معاكم او لا و ان شاء الله يشوفكم بخير و اي لوف يو حبيبي و باي باي